من كم سنة كتبولنا منشط موحد في كل الصحف كان اسمه مصر بتفرح كل الصحف كتبت مصر بتفرح وكان هناك توجيه ان مصر لازم تفرح يا جماعة لكن الحقيقة النهاردة العنوان العريض هو مصر بتعتش والمرة دي مش مبلغة ولا تهويل ولا كلام عن اتفاقية المبادئ ولا سد النهضة الحقيقة لأ حقيقة وزير الري المصري السيد هانيس ويلم هو اللي بيقول ان مصر بتعتش معاولة كلام ده تعالوا نشوف الخبر مصر تقترب من خط الشح المائي وزير الري يكشف اكد وزير الري المصري هانيس ويلم اليوم الثلاثاء ان بلاده الكلام ده مبارح طبعا ان بلاده تقترب من خط الشح المائي بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا وده مؤشر خطر ده تصريح رسمي انا مش بقولك انطباعي ولا معلومة جبناها ولا تحقيق صحفي اطلاقا انا بحكي لحضرتك تصريح رسمي من وزير الري المصري بيقول ان مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية احنا عندنا نهر النيل لكن في محدودية موارد مائية معرفش ازاي مؤكدا ان ذلك يستلزم اتخاذ اجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الادارة للتعامل مع هذه التحديات طيب والله ايكا ترخيرك عايزين نشوف بقى الحوكمة دي هيبقى ليه علاقة بسد النهضة ولا هتقولوا للناس رشدوا المياه زي الكهرباء كده وفقا لبيانات رسمية فان موارد مصر ده موقع العربية بيقول موارد مصر المائية تقدر بحوالي كم؟ 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها هيأتي من مياه نهر النيل فيما يصل اجمال الاحتياجات المائية في مصر لحوالي كم؟ 114 مليار متر مكعب يعني احنا عندنا عجز قد ايه عجز كبير جدا انت 114 والموارد بتاعتك 60 يتم تعويض هذه الفجوة من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الصحي الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه ده موقع العربية السعودي اللي بينقل عن هذه المصادر هذه الارقام وزير الرأي ايضا اجتمع مع رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة وبحث معه ازمة المياه والمناخ لان احنا عندنا شح زي من تعرفين التقى مع صابا كروسي رئيس الجمعية العامة واتكلموا عن الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المشعرف ايه وبحث الجهود الدولية موقع الحرة الامريكي نشر تقريرا يتحدث عن الواقع في مصر ويقول اننا دخلنا بالفعل مرحلة الشح المائي مصر في عصر الفقر المائي تحديات خطيرة وتحركات حتمية اثرت تصريحات لوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم ان بلاده تقترب من خط الشح بنصيب يقارب 500 متر مكعب اثرت تساؤلات حول الاسباب والمقالات وكيفية مواجهة الازمة مع تزايد الاحتياجات نظرا لايه للزيادة السكانية والتغيرات المناخية فضلا فضلا عن ايه عن ازمة سد النهضة الاثيوبي اللي سيابت الوزير هاني سويلم ما بيجيبش سيرتها احنا عندنا فقر في الموارد المائية ايوة ليه حضرتك ما مصر هبته النيل لكن لا احنا النيل دلوقتي بعافية شوي موحيد دين عمر خبير شؤون المياه في المركز الدولي للبحوث الزراعية في الاراضي الجفة ايكاردا التابع للمنظمة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية قال في حديثه لموقع الحرة ان مصر تعاني بالفعل حاليا من شح حمائي نحن دخلنا هذه المرحلة بالفعل احنا مش لسه دخلين يا سيادة الوزير احنا دخلنا فعلا مرحلة الشح المائي وشوف بيقولك ايه بقى عندما نقسم 55 مليار متر مكعب على عدد سكان مصر البالغ 110 فسنعلم اننا بالفعل في مرحلة الشح او الفقر المائي احنا جماعة دخلنا المرحلة دي فعلا طيب هل الازمة متوقفة عند الارقام دي بس الحقيقة لا لان خبير المياه عباس شراقي اتكلم ان مصر بتفقد 12 مليار متر مكعب من المياه كمان زيادة عن الشح المائي اللي احنا فيه قال الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموالد المائية بجماعة القاهرة ان اجمال ما يحتويه سد النهضة هنا بقى بنتكلم عن سد النهضة من مياه مخزنة بلغ 31 مليار متر مكعب متوقعا توقف اثيوبيا عن ملء الرابع خلال 10 ايام الى اسبوعين كمل شراقي وقال لموقع مصراوي ايه ليس معلوما على وجه الدقة كمية المياه المقرر تخزنها لكن او توقع الوصول بالمياه حتى منسوب 621 او 625 متر باجمالي 41 متر مكعب مشيرا الى ان السودان لن تتأثر لانها تحصل في النهاية على حصتها الثابتة المقدرة ب14 مليار متر مكعب لكن المشكلة عندنا احنا المشكلة في مصر بيقول ايه مصر لديها وضع مختلف لان كل متر مكعب يحجز من حصة مصر متوقع ان تفقد مصر في هذه المرحلة ما يقارب 12 مليار متر مكعب من المياه وهذا لن يتأكد الا بنهاية العام المائي يعني عباس شراقي بيقول ان احنا هنفقد 12 مليار كمان واحنا اصلا عندنا عجز كبير تعالوا نحط الارقام جنب بعض ونشوف مشكلة المياه عندنا في مصر وصلت لفين واسيب حضراتكو انتو تحكموا في الاخر مين المسؤول مش هطلع اقول لك مين المسؤول انت في الاخر اعرف مين المسؤول عن الفقر المائي اللي احنا فيه طيب فشل النظام يهدد المصريين بالعطش اهو الزمل اجاوبوا لوحدهم المصدر وزارة الرأي والخبير الجيولوجي عباس شراقي حد الفقر المائي العالمي امتى تبقى فقير مائيا او شحيح مائيا هو الف متر مكعب سنويا نصيب الفرد في مصر كان خمسمائة متر مكعب سنويا ودي تصريحات هانيس ويلم وزير الرأي المصري طيب احتياجات مصر قد ايه يا جماعة احتياجات مصر سنويا 114 مليار متر مكعب موارد مصر المائية 60 مليار متر مكعب وفقا لعباس شراقي احنا هنفقد كمان 12 مليار متر مكعب يعني الرقم ده هيبقى 48 فهيبقى الاحتياجات 114 وهنبقى الموارد بتاعتنا 48 فده هيدخلنا في ازمة كبيرة جدا اتبنى انه النظام المصري يتحرك سريعا لان احنا امام مصيبة سود الحقيقة وبالارقام الرسمية وبالتصريحات الرسمية احنا وصلنا لمرحلة الفقر او الشح المائي بالفعل